تهدد خلافات القوى والأحزاب السياسية في العراق حول الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد وكيفية توزيعها وعددها تهدد بأزمة سياسية كبيرة قد لا تنتهي إلا بتسوية تكون لصالح تلك القوى على حساب القانون نفسه من دون تفصيلات بشأن المادة الخمسة عشرة منه والمتعلقة بنظام الدوائر الانتخابية وكيفية توزيعها أو تسميتها داخل المحافظة الواحدة وصوت مجلس النواب الحالي بأغلبية مريحة في كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات الجديد انصياعا لطلب المتظاهرين وحتى الآن لم يصادق رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح على القانون حتى يصبح نافذا بسبب عدم إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها وعددها مصادر برلمانية أكدت وجود عدة مقترحات حول آلية الدوائر الانتخابية منها تقسيم كل محافظة إلى ثلاث دوائر الانتخابية حسب النسبة السكانية ومقترح آخر تكون فيه كل محافظة من خمس دوائر انتخابية ومقترح ثالث بتوزيع الدوائر الانتخابية على عدد الأقضية في كل محافظة ومقترح أيضا بأن يكون لكل مئة ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة لكن لا توجد حتى الآن أي بوادر اتفاق على الرغم من مساعي بعثة الأمم المتحدة إذ تخشى أحزاب السلطة خسارة نفوذها مع تعدد الدوائر وتشتت أصوات جمهورها لا سيما في المناطق المختلطة مثل بغداد صاحبة الثقل الأكبر وذات التسعة ملايين نسمة وتقول مصادر مطلعة أن هناك جهات سياسية تريد تشريع قانون انتخابات خاص على مقاسها ووفق قاعدة جماهيرها لضمان حصولها على المقاعد الأكبر في الانتخابات حتى تتحكم بتشكيل الحكومة المقبلة وأكد للقيادي في اتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن الخلافة والانقسام السياسي الشيعي هو الأكبر والأعمق حيال الدوائر الانتخابية من جانبها تضغط مفوضية الانتخابات سعيا لإنجاز القانون حتى تقوم على ضوء ذلك بالتحضير للانتخابات بينما يعني التأخير أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل سيتأثر أيضا وربما يؤجل إلى موعد بعيد وهو ما تطمح له قوة سياسية تعمل على عرقلة تمرير القانون بصورة كاملة ترجمة نانسي قنقر